رب العرش خلق السماء نعدم الجيش السعودي نعدم تبخرت الأهازيج الممتلئة بالعداء واستنفار القتل واستدعاء الموت من قبل ميليشيا بالغت في استعداء الجميع تغيرت لغة الخطاب بين ليلة وضحاها إذن وأصبح الحديث عن تسليم تسعة سعوديين واستلام أكثر من مئة أسير حوثي يأتي في إطار خطوات التفاهم الأولى كما وصفها ناطق الميليشيا الرسمي سباق متسارع لكسب ود المملكة بين قطبي الحرب في البلاد المتمثلة بالحوثيين والمخلوع الصالح والسعي لتسجيل انتصارات سياسية عبر حوار مباشر معها الجهود الحثيثة كانت قد سبقتها مساع أخرى لاحتواء المواجهات الحدودية التي استنزفت المئات من المغرر بهم ممن دفعت بهم الميليشيا لمحرقة محققة من قبل سلاح متطور لم تعود السعودية هي الهدف الأول للميليشيا فقد غابت اللغة المتشنجة من خطابات الميليشيا والمخلوع بالتزامن مع صمود الهدنة الحدودية وأصبح الحديث اليوم حول إنهاء الإزعاج الحوثي للجارة الكبرى نجاح الهدنة من قبل ميليشيا عرفت أنها لم تلتزم بالهدن المعلنة من قبل الأمم المتحدة مؤشر يراه مراقبون إذانا بفصل جديد من فصول حرب السياسة قد بدأ وتمهيدا لمرحلة جديدة قادمة من التحالفات قد تفضي إلى مفاوضات جادة ترجيحات بأن أية مفاوضات تسعى لوضع خارطة طريق سلام مستدام تبدأ بنزع سلاح الحوثي واشتراطات وجوده كحزب سياسي وليس كميليشيا لا تزال بعيدة حتى اللحظة خصوصا وأن دور الشرعية الخافتة في المناطق المحررة لا يعزز موقفها التفاوضي إلا من خلال قوة التحالف بفرض أجندتها وشروطها وهو ما يعقد مسألة تسليم صنعاء التي تكاد تمثل نقطة القوة الوحيدة بيد الميليشيا